سريعا تتزايد أعداد حالة الإصابة المعلنة بفيروس كورونا يوما تلو آخر في اليمن سواء في المناطق المحررة أو تلك الخاضعة لسيطرة ميليشي الحوثي إلا أن ما يثير الخوف والقلق معا ارتفاع نسبة حالات الوفايات مقارنة بحالة الإصابة أو الشفاء فنسبة الموت بالفيروس من إجمال عدد الإصابات تجاوزت 15% وهي نسبة كبيرة وخطيرة مقارنة بما هي عليه عالميا والتي لم تتجاوز في أسوأ الظروف نسبة 2% ما هو ملاحظ أيضا اكتشاف حالات كثيرة بعد موتها وهو ما يضع كثيرا من الأسئلة وعلامات التعجب صحيح أن النظام الصحي في بلادنا منهار وهش ولا يستطيع مواجهة كارثة بحجم تفشي فيروس كورونا إلا أن ذلك ليس السبب الرئيس في ارتفاع نسبة عدد الوفايات وإن كان واحدا منها منظمة أطباب لا حدود والتي تدير مستشفيات عدة في البلاد ومنها مستشفى الأمل في عدن المخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا ذكرت في بيان لها أن المرضى المصابين بكورونا لا يأتون إلى المستشفى إلا في مرحلة متأخرة وحرجة لمراحل المرض يكون التدخل الطبي لإنقاذهم شبه مستحيل وهنا يطرح سؤال بقوة لماذا لا يصل المصابون إلى المستشفيات بسرعة وقبل أن تتضاعف الحالة لديهم إلى حالة الخطورة يجيب على هذا السؤال راميش راجا سنجهام مساعد الأمين العام الأممية المؤقت للشؤون الإنسانية في إفادته أمام مجلس الأمن مؤخرا بالقول إن اليمنهين يخافون الوصمة بالإصابة بكورونا معتبرين إياه عيبا وعارا وهو ما يقلل عدد الأشخاص الذين يطلبون الرعاية الطبية حتى وهم في أمس الحاجة إليها حسب تعبيره وهو ما ذهبت إليه الكثير من المنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن مع أن بلادنا من أواخر بلدان العالم تسجينا لإصابات الفيروس وهو ما أتاح وقتا كافيا لأن يستوعب المواطن هذا الوباء من خلال التوعية المستمرة والضخي الإعلامي الهائل بشأن كورونا سواء في وسائل الإعلام المحلية أو العربية أو حتى من خلال التوعية عن طريق المنظمات العاملة في الميدان إلا أن الواضحة بأن كل ذلك لم يثمر بالشكل المؤمل والمطلوب ساهم في ذلك التكتيم وعدم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات من قبل من يتحكمون بمصاير الناس شمالا وجنوبا وهو ما شجع المواطنين على عدم الاكتراث لمخاطر وعواقب الفيروس الوخيمة وظهور الأمبالاة السائدة في المجتمع وذلك يعزز الاتقادة بأن اليمن سيكون البؤرة الأكبر لتفشي الوباء في العالم بعدد قدرته منظمة الصحة العالمية 16 مليون إصابة إلا إذا كان لليمنهين رأي آخر